طيب الزمالك من الحاجات الملاحظة جدا انه طلع الشباب دلوقتي والشباب بقوا ورق في السهول الانتقالات يعني تسمع عن عرض لسيد نمار تسمع عن عرض لحسن عبد المجيد هل الزمالك هيبكى على شبابه ولا ممكن يطلع منهم بعض اللاعبين للأعارى يستفيد منهم أكتر لا دول مش هطلعوا لا يمكن يعني لا سفر أجعفر ولا يوسف أسام النبيه ولا سفر عبدالله نمار ولا حسن عبد المجيد دول أصباحوا ركاز أساسية في الفريق الأسماء اللي ممكن ترحل يعني عمر استعيد قعده ينتهي فخلاص مش هيكمل فيه ناس راجع من الإعارة زي مروان حمدي فهيستعيد به برضو حازين هو ما يكمل ولا أعتقد ان ده حيب آخر المسلم يعني ما أعتقدش ان ده رجل مقتن انه هو يكمل محمود علاء ممكن برضو يخش في سبقة تبادلية إذا رحل أوباما لسه مابندة ومابندة لكن حتى الآن في عدم قناع بي إذا جاء عبدالله السعيد أعتقد ان أباما وفرسطه هتبقى ضائلة جدا ان هو يكمل في نادي الزمالك طيب مين بقى الأسماء يا هواري اللي هترحل عن نادي الزمالك والأسماء اللي خلاص بقى دول بقى جوا نادي الزمالك دلوقتي عشان احنا من بكرة كده هنسمع خلاص الرسم يعني الرسم ده خلاص رسم مين رسمي في نادي الزمالك ومين هيمشي من نادي الزمالك ناخدهم اسم يسمي كده الصفكتين اللي زمالك هيعلن عنهم هو أعلن عن واحدة في تصرحات لرئيس النادي قبل الهوى وقبل ما دخل معاك وهو زكريا الوردي الزمالك بقى بعد الدوري أو يعني خلال 48 ساعة هيعلن عن إبراهيم النضاي إبراهيم النضاي وصل للقاهرة الفجر خلاص متواجد وهو زكريا الوردي اللي اتنين قاعدين في نفس الفندق والزمالك هيعلن عن الصفكتين خلص كل حاجة مع العيبة والكشف الطبي والمقدمة التعاقد أنها كل الأمور فدول الصفكتين للزمالك هيشتغل أنهم خلاص يعلن عنهم عشان يكونوا موجودين معاه في كاس سوبر لوسيل